تعالوا نعمل خبز الصمون الهش والطريب مكونات موجودة بكل بيت كل اللي راح نحتاج له ثلاث أكواب من الطحين معهن ربع كوب من الزيت ومعلقة كبيرة من السكر معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الخميرة معهم كوب ماء دافي من نزله بالتدريج ومنبلش العجن لحد ما يصير معانا القوام تقريبا مثل هيك بعدها راح نقطع العجينة بدون ما نضغطها ثمان قطع تقريبا أنا طلع معاي بعدها راح نفرد العجينة طبعا شوي شوي مو بيدنا عشان ما نفضيها من الهوى بعدين راح نلفها ونشكلها بهذا الشكل ومنغطيها ومنخليها تتخمر من نص ساعة بعدها راح ندهنها بحليب ونفوتها لفرن حامي لحد ما تنطبخ معانا وتصير معانا مثل هيك أول ما تطلع راح نمسحها بزبدة أو زيت شوفوا كيف طلعت معانا آخر إشي طرية وهالشي و ألف